مرحبا بالأخوات والأخوة الصحفيين انتهت الدورة الخامسة لمجل الشورى لحركة النهضة وجرى فيها حوار عميق وصريح كنا نأمل أن هذه الدورة تنعقد قبل إعلان السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلة حكومته ولكن رغم ذلك احنا حرصنا على اجتماع مجل الشورى من ناحية لتقييم هذه التشكيلة وهذه التركيبة وأعضاء الحكومة المقترحين وفي هذا مجل الشورى عنده ملاحظات وعنده حتى بعض تحفظات باش نبلغوها للسيد رئيس الحكومة المكلف من ناحية أخرى وهذا داخل في صلوحيات مجل الشورى كمؤسة عليا بين مؤتمرين احنا صادقنا وزكينا الفريق الحكومي لحركة النهضة في هذه الحكومة وحكومة الوحدة الوطنية وحنا بالمناسبة معنا نحييه كل الأطراف السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية اللي ساهمت في نجاح مبادرة حكومة الوحدة الوطنية وسمحة التونس باشترطقي درجة أعلى في الوفاق الوطني وفي الشراكة في الحكم واليوم ولعنا قاعدة سياسية أوسع ودعم من المنظمات الاجتماعية وعنا وثيقة حددنا فيها أولويات البلاد في المرحلة القادمة فإن شاء الله نقوله بداية تتوفر عندنا شروط النجاح للمرحلة القادمة باش نكونوا في مستوى أمال شبابنا وشعبنا في تحويل النجاح السياسي إلى نجاح اقتصادي واجتماعي وحركة النهضة كان دورها إيجابي في هذه المشاورات لتقدير مصلحة البلاد قبل كل شيء لاحترام نتائج الانتخابات لأننا احنا في مرحلة وفي دولة ديمقراطية وكذلك حرصنا على أن نوسع الوفاق ونعتبر إيجابي أن هذه الحكومة تضم عائلات فكرية وسياسية مختلفة وهذا مظهر من مظاهر الوحدة الوطنية بقطع النظر عن الأحجام أو عن التواجد في الحكومة أو في البرلمان أو خارجه سنعمل في إطار فريق حكومي متضامن في إطار فريق يمثل كل تنسيين وتنسيات وسنكون معنتها واضحين في أننا لن نقبل أي شبهة في العلاقة بالفساد أو أي توجه نحو الاستئصال والإقصاء وسنعمل كذلك مع كل شركائنا في الحكومة على أن نكون عند حصن ظن شعبنا ونحقوا الإصلاحات والقرارات التي انتظرها طويلا فهذا معنتها دور النهضة في المشاورات ولكن سيكون دور النهضة في الحكومة هام لأن عديد الوزارات وعديد المواقع التي كلفت بها شخصيات من النهضة هي مواقع عندها علاقة بالاقتصاد الوطني فالنهضة كما ساهمت في النجاح السياسي لتونس وهي في الحكم ومن خلال الحوار الوطني ووصول إلى الدستور الوفاق وإلى حكومة وإلى انتخابات حرة وحكومة وفاق فالنهضة سترفع التحدي وستساهم مع بقية الفريق الحكومي في رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي باش تحقق الثورة أهدافها ونحقوا وثيقة قرطاج زادة كذلك مجال الشورى أكد على أن نحن باش نتابعوا أداة هذه الحكومة ومداء التزامها بما ورد في وثيقة قرطاج والأولويات اللي تفقت عليها تسع أحزاب وثلاثة منظمات فيبقى دائما معناتها الوفاق مفتوح لكل الأطراف إلا من أباء ونحن مستبشرين اللي في تونس الوسط قاعد يتعزز والاعتدال قاعد يتقدم ومعناتها هذية من مؤشرات النضج السياسي والروح الوطنية واللي بشعاون تونس على أنها ترفع التحدي ضد الإرهاب وضد البطالة وضد الفساد وضد كل التحديات فأحنا مستبشرين ولكن في نفس الوقت حارسين على أن نوفر شروط حقيقية لنجاح هذه الحكومة والنهضة ستبقى ديما عند حسن ظن شعبها وعند حسن ظن مناظلها طبعا نحن الحكومة هذه اللي اقترحها سيد رئيس الحكومة المكلف ستعرض على البرلمان وقبل عرضي على البرلمان نحن بش نبلغ ملاحظاتنا وتحفظاتنا حتى عندما تعرض هذه الحكومة على البرلمان والكتلة متاعنا يكون مطالب منها المصادقة الحكومة المصادقة متاعنا تكون مبنية على اتفاق وعلى أخذ معنا اعتبار الملاحظات اللي بش قدمها حركة النهضة ولكن احنا معناتها مصلحة تشكيل الحكومة ومصلحة تونس تقتضي أن معناتها نبلغ هذه الملاحظات أولا للمعني بها بالأمر اللي هو سيد رئيس الحكومة المكلف اللي أعلن على هذه التشكيلة وقدمها حسب رؤيته لحكومة الوحدة الوطنية فقبل عرض هذه الحكومة على البرلمان إن شاء الله بش يتواصل الحوار مع سيد رئيس الحكومة كنت وأنه وإحنا حارسين على أن يكون بريد حكومة كامل ولكن في نفس الوقت قلت وأنه كل حاجة عليها شكل خساد وكانكم تشيرونها إلى شخص معايد حكومة التوليفة المفتاحة يعني عندكم مشكلة أو تحفظ على شخص معايد أو أشخاص أحنا عندما وقع الأعلان على تشكيلة الحكومة درسنا الشخصيات معادتها لكل المعروضة من كل نواحي وسجلنا ملاحظات باش نبلغوها للسيد رئيس الحكومة لا حتى الأعلان ورأي العسل ألوان بعد رئيس الحكومة أنا مع تأولا نحن عنا ثلاثة وزارات وثلاثة كتاب دولة في نفس الوقت احنا كنقولوا نحترم نتاج انتخابات يعني اخر انتخابات وقت في تونس اعطاعت ان نداء تونس هو الحزب الاول وحركة النهضة هي الحزب الثاني احنا في تشكيل هذه الحكومة حرصنا نحترم هذا الترتيب وهذا شي طبيعي لان الحكومة اللي تكونت بعد انتخابات 2014 تكونت في ظروف استثنائية وبالحرص على الابتعاد على التغول والابتعاد على كل المحاذير اللي يتهدد المصار الديمقراطي احنا اليوم في وضع جديد الوضع السياسي تغير بدليل اللي احنا ارتقينا من حكومة ائتلاف حزبي بين اربع احزاب الى حكومة اوسع فيها اكثر عدد من الاحزاب وتدعمها المنظمات هذا يدليل اللي احنا امام التحديات العيشة البلاد مقتنعين اللي معتها ما يكفيش بش نعتمدوا فقط ننتاج انتخابات هي الضرورية ولكن مايش كافية وهذاك عليش احنا مع احترام نتاج انتخابات كنا حارسين على توسيع الوفاق وتشريك اوسع من يمكن من العائلات السياسية والفكرية ودعم المنظمات وهذا يتحقق منه قدر مهم وان شاء الله هذا يكون تعبير على الوحدة الوطنية ويزيد يخلي قوى اخرى تلتحق بهذه الحكومة من اجل تعزيز هذه الوحدة الوطنية فاحنا في النهضة معنتها مع الوفاق في اطار الديمقراطي شكرا قلتم ايضا ان كنا تقبلوا الاستئصال والاقصال هل هناك يعني ماذا تقصدون يعني احنا كيخضنا هذه المفاوضات كنا واضحين انه من شروط النهضة انه لن نقبل شخصية عند عقلية اقصائية توجه النهضة او غير النهضة لان احنا نحب نحاربوا الاقصاء بالوفاق ونحاربوا الاستئصال بالوحدة الوطنية فاحنا مع اطلابش نشوفوا التركيبة هذه الكل من هذه الناحية من ناحية اخرى كنا واضحين انه لن نقبل عضوا في هذه الحكومة في شبهة فساد لاننا نحب ونحن نعطيه رسالة للحكومة دي اذا الحكومات اللي سابقتها اجتهدت وحقت مكاسب في حربنا على الارهاب هذه حكومة مطالبة باش ننجح في الحرب على الفساد وبالتالي معناتها يزم تكون بعيدة على اي شبهة من هذه الناحية تبقينا احنا ما نتعاملوش مع التهم وما نتعاملوش مع ما يقال هنا هناك احنا نتعاملو مع معطيات ونتحروا ونحترموا اعراض الناس ومعطا لذلك ما نسهلوش في اتهام الاشخاص ولكن زادا كذلك ما نسهلوش وقت يكون ثم قراء قوية باش نعبره لموقفنا ونشده صحيح وكما قلنا في هدايا مزال عنا حوار مع سيدة ريش حكومة قلتم لن نقبل بأي اسم حول شبهة الفساد يعني انكم في امكانية طرف عدم منح حكومة احنا ما وصلناش لانا نرفض حكومة كاملة من اجل ملاحظات مش هذا المقصود اما احنا قلنا الاعلان على الحكومة واجتماع المجلس الشورى اليوم وتزكيته لفريق الحكومي للنهضة يعني من هنا لجلسة البرلمان ولعرض هذه الحكومة على المصادقة عن البرلمان مزال ثم امكانية للتواصل مع سيدة رئيس حكومة احنا مزالنا احنا عنا توح حكومة اعلن عنها وستعرضوا على البرلمان قلنا عنا ملاحظات باش نبلغوها من رئيس الحكومة ونتفعل ما نحبش ندخل في التفاصيل لانه هذا سابق اليوان ما نحبش ندخل في التفاصيل انتم تدعمون هذه الحكومة اذا بقيت هذه الاسماء على حالها احنا في البرلمان عبر كتلة النهضة سنعلمكم بموقف الحركة ولكن احنا قرار مجلس الشورى هو ان احنا ندعم مبادرة رئيس الجمهورية ندعم حكومة الوحدة الوطنية نشاركوا في هذه الحكومة وزكينا الفريق اللي بيشي مثلا النهضة في هذه الكل ما اشتراجع ولكن احنا في اطار تحسين الوضعية من هنا للبرلمان ما زال عنا حديث مع رئيس الحكومة احنا في 2014 كان ثم شباح متاع تغول وهذا عبرت عليه برشا قوة سياسية واجتماعية واستجاب نداء تونس وهذا ينسجلوه ان يقبل بشريس الحكومة ان يكون شباح متاع تغول ونصرغم اللي هو الفايز بالانتخابات ابتعادا على هشوب هذية وهذا فايد البلاد في مرحلة انتقالية وعملنا حكومة معناتها برئيس مستقل ولكن احنا اليوم معناش خوف من التغول لان هذه حكومة وحدة وطنية المشاركة فيها لأكبر عدد من الأحزاب تدعمها المنظمات عنا مجتمع مدني قوي عنا اعلام حر فمعا سمى حتى قوة في البلاد تنجم تتغول او تهدد تونس بالتغول فاحنا مش هذا الخشية متاعنا بالعكس احنا ماشيين باتجاه الحوار والوفاق والمشاركة الواسعة مش باتجاه هيمانت حزب او تغول حزب تبقينا انه ثلاثة رئاسات عند حزب واحد هذا يوضع مزال قابل يطور مستقبل ان شاء الله هل هي الحقابة التي تم الحديث فيها خلال المشاورات احنا سجلنا ايجابيت انه وزارة السيادة وقع تحييدها وهذا مكسب لتونس ونحب نواصل فيه احرصنا على تحييد بعض الوزارات وكنا مقتنعين بان انبعدوها على الاحزاب كذلك مشاركتنا احترمنا فيها المرتبة الثانية للنهضة ولكن الحجم الانتخابي منتع النهضة وكفاءة والكفاءات اللي عند النهضة تؤهلها بش تكون مشاركتها اكبر في هذه الحكومة ولكن احنا الاهم بالنسبة لنا هو ان تنجح حكومة الوحدة الوطنية وان يشاركوا فيها اوسع ما يمكن من العائلات الفكرية والسياسية وطلق الدعم الاجتماعي بش نحقوا استقرار سياسي واجتماعي ونوفروا شروط لنهضة اقتصادية وعدالة اجتماعية والانتصار النهائي على الارهاب بارك انا اوفيك